مرحبا يا عطيب العافية معكم حمز من بيت العلم تعليم الدولي ومديموعة الواتن الدولية برامج الدبلوم التخصصات الإدارية مادة مبادة التسويق اليوم راح ندخل بموضوع سلوك المستهلك النهائي سلوك المستهلك النهائي يدرس كيفية قرار المستهلك للشراء من بداية التفكير بالحاجة يعني من لما يبلغ يفكر المستهلك بأنه بحاجة منتج ماء لحد ما يشتريه ويستهلك هذا المنتج حتى يتخلص منه أو يجدده أو إلى آخر كيف طريقة تفكيره يبدأ من أنه كيف طريقة تفكيره هذا اللي راح ندرس بهذا الشابتر التسويق هي عملية بتتم بين المنتج والمستهلك هذه العلاقة لازم حتى تستمر لازم تكون ناجحة لازم يكونوا لتنين مستفيدين المنتج لازم يقدم سلع أو خدمات أو أفكار للسوق أو للمستهلك هذا المستهلك يكون عنده حاجة أو رغبة بهذه السلعة يأخذها ويدفع المقابل المادي أو المعنوي للمنتج هون نحن بنحكي أنه العلاقة التبادلية هي علاقة لتنين مستفيدين المنتج مستفيد بأنه عم يأخذ مقابل مادي عم تكبر المنشأة عم يدفع رواتب عم يدفع ضرائب عم يستفيد عم يربح كصاحب عمل والمستهلك هون عم يأخذ السلعة أو الخدمة هي عم بتلبي حاجته ورغبته اللي عنده حتى تستمر هذه العلاقة وتكون ناجحة بين الطرفين لازم يكونوا الاتنين مستفيدين السوق حكينا كلمة سوق هي عبارة عن مجموعة من المستهلكين شوفوكي مجموعة من المستهلكين هذين المستهلكين لهم أربع شروط عشان إحنا نسميهم زبائن تمام؟ أول شي يكون عندهم حاجة رغبة قادرين على الشراء وعندهم السلطة بأنهم يتخذوا قرار الشراء تمام؟ يكون عندهم حاجة أو رغبة عندهم القدرة أنهم يشتروا وعندهم سلطة بأنهم يشتروا أو يتخذوا قرار الشراء حتى نسميهم سوق أو جزء من السوق كمستهلكين حتى نسمي هذا الجزء من السوق أنت كمستهلك لازم يكون عندك حاجة رغبة قدرة وسلطة على أنك يتخذ قرار الشراء الخروط اللي لواجب توافرها في المستهلكين عشان يطلق عليهم اسم سوق أول شي لازم يكون في عنا حاجة لهذا للمنتج يعني المستهلك لازم يكون محتاج لحاجة أول بغض النظر العشية حتى يكون جزء من السوق وهذا يندل تحت مدرج ماسل الحاجات الإنسانية هلأ إذا ألا طلعت على السوق تتمشى وعجبها شي مشترته هي مو من السوق لأنها مو بحاجة فبالأصل ممكن يكون عندها حجاب لونه pink زهر وطلعت على السوق شافت حجاب تاني درجته أغمق شوي نفس اللون pink زهر لكن أغمق شوي أخذته هي هون مو بحاجة فهي لا تعتبر جزء من السوق يعني أنا ما بعول على أني أبيعها هذا شيء إكسترا زيادة وبالعربي بلغتنا يعني عفواً مو عشان الميتهر ألا ألا بلغتنا نحن بنحكي عنه هذا فزلكه مو موجود عند الأجانب يعني ما بيشتروا شيء مو بحاجة عرفتوا كيف؟ هاي أول شغل لازم يكون عندنا حاجة للمنتج الزبون لازم يكون عنده حاجة للمنتج أو المستهل طيب الرغبة في الشراء الرغبة في الشراء وهي أنه أنت حابب أنك تشبع هاي الحاجة أو الرغبة الموجودة عندك يعني عندك عزم التكيود بأنك أنت بدك تلبي رغبتك لا يكفي أنه يكون عندك حاجة ثالث شيء أنه أنت فعليا معك فلوس عشان تشتري يعني إذا أنت بحاجة وعندك الرغبة بس ما معك تشتري أنت مو جزء من السوق يعني أنا بالنسبة إلي كشركة أنت مو جزء من السوق أنت ما بتشكل عندي الطلب بتذكرين الموضوع العرض والطلب حتى يتشكل الطلب لازم أني أعرف كم عدد المنتج المطلوب بالسوق أنا لما أدرس السوق إذا ما كان عندك القدرة على الشراء معناها لا يتشكل الطلب لا تعتبر جزء من الطلب أوكي فيك عندي كمان شرط هذا لا يكفي أنه معك فلوس بجيبتك وأنك قادر أنك تشتري هذا كمان لازم يكون في عندك سلطة بأنك تتخذ القرار بالشراء كيف هاي بتصير ألا أدعاء مثلا عندهم بالبيت شاشة تلفزيون أربعين بوصة أربعين إنش هي محها فلوس وهي بحاجة لشاشة أكبر وبحابة إنها تشتري عشان تريح النظر وتحضر 4K فعندها الحاجة وعندها رغبة ومحها فلوس بجيبتها كمانو بالبنك قادر إنها تشتري لكن سلطة اتخاذ القرار شراء شاشة أو جهاز تلفزيون جديد هو ممرتبط بدعاء ممرتبط بمين بالأب أو الأم كتلفزيون بس وجبة طعام هي عندها السلطة إنها تتخذ هذا القرار فلا يكفي إنه يكون عندك القدرة إنك تشتري لكن لازم تكون صاحب سلطة بإنك تتخذ هذا القرار ففي أشياء إحنا بدنا نشتريها ومعنا وإلى آخرة لكن ما بنقدر نتخذ فيها قرار ونشتري مثل الطفل إذا بتقيسها الطفل بيكون معه فلوس ومجمع شوي ولما يروح بده يشتري جيبس أهله ما بيخلوا بيحكولوا لا اليوم بكفي الأشياء اللي اشتريتها شوكولاتات أو شي بكفي فهو عنده حاجة حابد وعنده رغبة بإنه يشتري الشيبس وقادر مع فلوس معه العشرين تلاتين ليرة تركي حاطم جيدة وقادر إنه يشتريه لكن ما عنده سلطة بإنه يتخذ قرار الشراء بهديك اللحظة هو لا يعتبر جزء من السوق أحد عنده سؤال لا استاذ الله تمام تفهمتوا كيف تمام تفهمتوا كيف تركيبت المستهلك وإيش الشروط اللي لازم تكون عند المستهلك عشان يكون جزء من السوق فإحنا بننصح دعاء ما ترتكب هذا الخطأ وتشتري تلفزيون لأنه يمكن عائلتها تزعر طيب مين هو المستهلك مستهلك هو اللي بيشتري السلعة أو الخدمة اللي بيشتري المنتج حتى يستفيد منه ويشبع حاجته ورغبته هلا عندي نوعين من المستهلكين عندي مستهلك نهائي اللي بيأخذ المنتج عشان يستخدمه هو شخصياً أو عائلته وعندي مستهلك ثاني اسمه مستهلك تجاري اللي هو بيأخذ المنتج عشان شو يعمل حتى يعيد تصنيعه يعني بيشتري مواد خام مثلاً وبصنيحها يهمه بيشتري منتج وبرجع يبيعه مثل السوبر ماركت السوبر ماركت تشتري من المصنع بس السوبر ماركت ما بيأخذه حتى يستخدمه بيأخذه عشان يرجع يبيعه فهذا اسمه مستهلك تجاري بلغة التسويق كل واحد له قسم بالمبيعات يعني أنا القسم اللي بيبيع للمستهلك النهائي شو بنسميه بي تو سي بزنس تو كاستمر يعني شركة لمين لزبون وقسم مبيعات ثاني اسمه بي تو بي بزنس تو بزنس ببيع من شركة بتبيع شركة ثانية أو منظمة أخرى فالبي تو سي والبي تو بي من هون من هون المصطرح أخذه مستهلك نهائي ومستهلك تجاري هذا عندي سؤال ثانية لدينا سؤال بأنه المستهلك هو عميل لا المستهلك اللي بيشتري العميل اللي بيشتري المنتج بصفة منتظمة من محل معين براند معين هون زبون عندنا بالمحلات بنسميهم زباين يعني المطعم كذا لما نحكي بنحكي عنهم زباين بس لكن لما تروح على البنك بيحكوا عميلنا عميل ليه؟ لأنه أنت فاتح حساب عندهم وبشكل أسبوعي بشكل كل شهر بشكل يومي عم تسحب من عندهم فلوس عم تودع عندهم فلوس فأنت هون اسمك عميل مستهلك وعامل الفرق بينهم ماضح؟ واضح؟ واضح ايه أستاذ واضح واضح بس كمان بقولوا مثلا بتطبيقات بقولوا عندك خدمة العملاء وين؟ بمثلا تطبيقات أو أي تطبيق تفتحوا انت خدمة العملاء طيب حسنا انت لما تنزل التطبيق بتنزله عشان بتنزله عشان تستخدمه مرد شو تضع؟ لا حتى مثل ماركت مثل مطعم مثل كزا حتى حتى لو استخدمته مرتين بالسنة اسمك صار عميل مو مستهلك ايه؟ عرفت كيف؟ لانه انت اختريت لمنتج هاد اكثر من مرة من نفس المكان شو؟ مثلا شو اسمه التطبيق اللي يمك يمك سبتين يمك سبتين انت بتستخدمه اسمك عميل لكن ممكن انت تشتري كل مرة من مطعم وما ترجع تشتري منه مرة ثانية من خلال هذا التطبيق بالنسبة للشركة التطبيق انت اسمك عميل وبالنسبة لهذا المطعم اسمك مستهلك تخيل؟ ايه صح بنفس قناة التوزيع للمنتج عندك اثنين شركات شركة بتعتبرك عميل وشركة بتعتبرك مستهلك حتى احنا يكون علاقتنا ناجحة مع المستهلك لازم نفهم بسلوكه كيف بيشتري كيف بيقرر انه يشتري كيف مدرج ماسلو بيشتغل معه الحاجات لازم نتفهم هاي الاشياء بناء عليها احنا بنعمل استراتيجيات تسويقية الخطط التسويقية بتكون مبنية على استراتيجية لانه كيف الشركات بتكبر لانه بزيد عدد عملائها عشان هيك لما تروح على محلات معظم المحلات صار يحكي لك اعطيني رقم تليفونك اعطيني رقم موبايل ادخل رقم الموبايل عشان يتأكد اذا انت فعليا عم تلي او لا دائما عم تشتري من عنده او لا واذا واذا بتشتري مرتين مرتين ثلاث اربعة بالشهر ممكن بقرار مباشر من الباع اللي موجود بالمعرض يقرر انه يعمل لك خصم شغلة تانية انه هذا الرقم هو عم يصير يبعط لك مسيجات تذكير اعلانات من خلالها رح يستقطبك انت اول مرة كنت عنده رحت كنت عبارة عن مستهلك اول مرة اشتريت اخذ رقمك صار يبعط لك مسيجات رجعت اشتريت من عنده بهذه الطريقة عم يحولك من مستهلك الى عميل وهذا بهم الشركة انا ما بهمني اني ابيع واحد بينما مثلا في منتجات تعتمد على المستهلكين لا تعتمد على مثل شفت هذا اللي بلفه وبيبيع شاي بالاماكن على البحر وهون وهون وبالميادين وكذا وماسك شاي وعم ببيع للكل هذا ما بهمه بهمه مكان مستحم في مستهلكين يبيع ما بدي ترجعني مرة تانية يخرب من عندي مرة واحدة خلاص خلاص اللي عاملك هيك العرباية هذه اللي بتبيع سنيته الى آخره بميدان هو ما باعتمد لأصلا لو هو باعتمد على زباين ما حط العرباية هذه بالميدان لأنه فيها الميدان الناس بتدخل وبتطلع منهم حتى أصلا ما بيعرف شي عن تسويق يعني حتى اسم العرباية عنده مش حاطة مثلا بيقول خلاص ما بيهمه هو بعرف بعرف بس مو بشكل علمي طبعا عمل على تجرب هذا الحكي هذا الحكي اللي بنحكيه هو بعرفه بس ما بعرفه بطريقة علمية انه هو سلوك ويدرس وإلى آخره هو بيشتغل على المنطق روح على المكان المزدحم هلا كشركات مو مثل البزنس الصغير لا انت هذا الاشي بدك تدرسه حتى تقدر تبني استراتيجيات تعرف تعمل الخطط التسويقية تعمل تطوير للمنتج كيف تعمل السعر كيف تتوزع كيف تتروج كيف كل الإعلانات كيف تعملها وإلى آخره وكل هذا نحنا بنعمله من أجل شغلة وحدة بما يحقق رضاء المستهلك اللي هو نعتبره الملك ليه؟ لأنه كل عم يشتغل من أجل المستهلك من أجل رضاء هذا المستهلك سلوك سلوك المستهلك شو هي؟ هي عبارة عن تصرفات المستهلك لما يبحث ولما يشتري ولما يستخدم ولما يقيم ولما كمان يفكر كيف بده يتخلص من هذا المنتج أو العبوة بعد الاستخدام كل هذه تبدأ بالبحث لما يشعر بالحاجة بيبدأ بالبحث عن المنتج لحد ما يتخلص منه هذا عبارة عن سلوك مستهلك وهذا الشيء شرحنا محاضرة الماضية في عدة مواضيع أسئلة حتى أنا أدرس سلوك مستهلك لازم أجاوب على هاي الأسئلة أول شيء مين هو اللي بيشتري لازم تحدد العميل اللي عندك أو المستهلك لازم تحددهم مين هو اللي رح يشتري من عندك دا كتحكيلي صغير كبير بنات نساء صغير بالعمر كبير بالعمر إلى آخر طيب إيش رح يشتري المنتجات اللي هو بحاجتها طيب ليش هو بدي يشتري هذا المنتج في دافع أكيد في دوافع داخلية عند المستهلك لازم أدرسها طيب كيف رح يشتري فردي ولا جماعي أنت لما تروح تشتري إليك لنعتبر مثلا لم يمن نحكي مثلا الله أكبر الله أكبر العزة لله طيب لما نحكي مثلا عن عندها عندها طفل أو أطفال أو إلى آخره لما تروح تشتري إليها تشتري بشكل فردي لكن لما تشتري مثلا إذا كان عندها طفلين تشتري بشكل جماعي للأطفال طيب متى بتشتري إنت أو كيف بتشتري فردي جماعي طيب نقد ولا تقصيد بتشتري وهنا كتير ماشي بتركيا نقد ولا تقصيد لأنه في وعم اشتغل عليها طيب متى بتشتري صبح ولا مساء عطلة ولا بالمناسبات حسب المنتج وكيف تستخدمه ومتى بتستخدمه فبتشوف أن الصبح مثلا الصبح كتير بكير الساعة مثلا سبعة بتشوف أنه الفرن أو المخابس بتركيا مثلا الكل بيطلع بيشتري الصبح عشان يفطر فبص طازج المساء بيكون أخف الطلب على فبص لكن في أشياء تانية في أشياء تانية ممكن أنه تشتري ها مثلا خلي نحكي المساء بس في أشياء الصبح نحن نشتري ها ولازم نشتري ها الصبح في أشياء مثلا طيب المنتج هات اللي زبون بيشتري من وين سوق ولا محل ولا مركز مثلا مركز تجاري من مول هلأ أنتم في أشياء عم تشتريها من البيم وأشياء من السوبر ماركت وأشياء لازم تروح مثلا كارت فور وفي أشياء بتشتريها من المول صح فكل منتج إله خصوصية بالنسبة للزبائم كيفية استخدام المنتج إذا كان جديد إذا كان جديد عشان هيك بحط لك يا أما بحطيك بحطرك فيديو من خلال الإعلان يا أما بحط لك مانيوال إنه كيف تستخدم وكيف تركبه إلى آخر مثل مبارح أشترينا طابعة للمعهد زيادة إضافية أملشت فيها يمكن ساعتين بس وأنا ماشي على الخطوات إنه كيف عم بيحبر وكيف أشتغل وكيف تنزل الدرايبر على الكمبيوتر يعني أملشنا فيها ساعتين بس أعرفت كيف هلأ كيف تستخدم هذا المنتج عم بأخذ وقت منك لازم توضح للزبون تعطيه تفاصيل طيب بس تخلص طيب هذا الزبون أو المستعلك كيف بيعمل على تقييم المنتج كيف بيعمل تقييم المنتج اللبأ طموحه ولا لا المنتج أشفع رغبته حاجته ولا لا هل إنه ممكن الزبون يشتري ويكون غالي ممكن يشتري ويكون غالي للمنتج لكن بعد الاستخدام بيقيمه إنه مبيز المنتج علم بإنه دافع سعر أكثر ليه لأنه فعلا هذا المنتج هو أشبع حاجة ورغبة هذا المستهلك فإنت شو بتحكي صحيح غالي بس حلال عليه مثلا إشي مرتب جهاز مرتب أكل زاكي ما بعرف إيش كل هاي الأشياء إحنا مصطلحات هي عبارة على فكرات هي تقييم إحنا عم نقيم بنقيم بشكل علمي بس لكن إحنا يعني ما بنفكر بهاي الطريقة يعني بإنه هي سلوك ومستهلك وكذا لكن إحنا دائما بنحكيها بتطلع بتطلع من الكافية بتحكي عليه بتحكي عليه عنه يعني إنه قدم خدمته إلى آخره غالي رقيص إلى آخره هذا كله عبارة عن أنت عم في عندك معايير وعم تعمل تقييم موضوع كيفية التخلص من المنتج صار مهمة كثير وحاليا صاروا يكتبوا لك عليه بإنه ممكن إعادة تدوير الكرتون هاد البلاستيك هاد ممكن كذا 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 لأنه في ناس عندهم حساسية البيئة وإلى آخره والأشياء الصديقة للبيئة حاليا بلشت تصير دارجة كثيرا بالمجتمعات السلوك الإنساني هل هو سلوك عشوائي طبعا لا السلوك الإنساني هو نشاط غائي يعني من أجل غاية يعني الإنسان لما يعمل سلوك يعمله من أجل غاية هدف والهدف منها بإنه إشباع حاجات مستهلك ورغبات كسلوك مستهلك وحتى بسلوك حياتنا العادية الطبيعية أنت كمان في عندك غاية لسلوكك يعني لما هيك أنت تشوف مثلا عمر بيوم الأيام صديق وزعله إلى آخر المرة اللي بعدها حتى لما يسلم عليه بتصنع بأنه يسلم عليه ببرود شوي لسبب لغاية حتى يحسسه أنه فعلا هو أخطأ معه فكل سلوك الإنسان هو عبارة عن سلوك غائي مو عبثي يعني منظم فيه إلو سبب فيه إلو هدف وإنت بدك تحقق هذا الهدف من هذا السلوك وهي المادة عكس المادة اللي بنحكي عنها الصبح كنا نحكي عنها الصبح بنحكي عن سلوك مين؟ سلوك الموظفين بالشركات وهون نحن عم ندرس سلوك الموظفين بالشركات هلأ هون عم ندرس سلوك المستهلك عشان نفهمه ونعرف نشتغل فهذول كل هم على فكرة متكاملين حتى تنجح المنظمة هلأ في عندي مراحل لعملية انتخاذ القرار الشرائي وفيه أوامل بتأثر على السلوك السلوك الشرائي طيب لأعتبر انه كلكم بتقدروا تحكو تناقشوا تحدا ما بقدر يحكي هلأ إذا سألتم أنا يعني هحاول أحكي بس إذا كانوا كتيرا عم يضوجوا محادر حكي إلا عمار هيا أستاذ ما في مشكلة فضل تمام دعاء عمار كيفك هيا الله أستاذ فضل لا يسلمك عمار لأعتبر لأعتبر انه انت بحاجة انك تشتري جاكت مضطر انك تشتري جاكت ودخلت على محل وخلص ولازم تشتري عندك حاجة وعندك رغبة وعندك قدرة قدرة شرائية وانت صاحب قرار انك تشتري يعني كل شروط المستهلك او العميل متوفر فيك او المستهلك تمام متوفر دخلت على معرض وبدك تشتري الاضاءة كانت خافت قليلة تمام بتشتري ولا بتتردد اضاءة كانت خافت موضوع الاضاءة اظن ممكن نحله مثلا ممكن يطلع برا على المدخل شوف على الطبيعة شوف كمثال اذا كان معرض على الشارع اذا كان معرض مثلا البمول ممكن اطلع برا المحل اضاءة تكون طبيعية بالممر مثلا عادي يعني بيسمح شي صاحب المحل كمثال مثلا اضاءة تكون بالحل اما انا بالنسب لي موضوع او عمال يودي والسعر بلعب دور اكتر والحاج الى انا كتير مضطل عليها تانية ومسلا عندي منازمة بلازم يلبسها او وقت بتشجع وبشتريها ما عندي مشكلة ممكن يكون خطأ بقرارك الشرائي طبعا في خطأ خطأ هذا الخطأ بوضح له صاحب المحل انا اذا اخدت وما عجبتني هل ممكن رجعها يعني اثر عقرارك الشرائي وانت مروح ما بعرف عندك بالبيت هذا انت صرت بطريق بقريب على البيت خبروك اهلك اللي معك بالبيت الى آخر حكولك مثلا اشتري لنا معك منتج خلينا نحكي اشتري لنا مثلا شيء متعلق شيء بالبيت خلينا نحكي مكسرات مكسرات اذا كان بطريقك اوكي انت مروح من دوام من شغل اه اذا كان بطريقك اوكي لكن اذا بدك تمشي مساثة ابعد 200 متر 300 متر بتحكينهم مو بطريق اه طيب حالتك النفسية بانك تعبان مروح من شغل اثرت عقرارك الشرائي ولا لا طبعا بس لا حاليا اكيد اكيد انا هذا اللي بدي اوصطلك انه في عوامل كتير بتأثر على قرارك الشرائي راح ندرسها بشكل مفصص بس الاساس حاليا نوع ما صار في عندك كتير حلول يعني هلأ مثلا احيانا والدتي بتطلوب غراض مني اما حلول تاني فيك موضوع خدرة الشرائي او الحالة النفسية بحس هلأ في عنا كتير تفاصيل متعلقة بسلوك وبتأثر على سلوك بسألك انا اعطيك انثلة بسيطة عشان شيء اكبر عرفت كيف لكن هي تفاصيل بتأثر بتأثر على قرارك الشرائي يعني الحالة النفسية التعب الناس اذا كان معك حدا مستعجل يروح اوكي تعبان او تعبان خيارات بس كيف او في خيارات كتير كتير تفاصيل بتأثر على قرارك لما تشتري بالضبط انا اصلي اسبوع عمول بدي شنطة بدي شنطة صدخل اصلي اسبوع محتار في 100 محل 200 محل والفروقات جدا قليلة والتقييمات جدا مختلفة بتروح تطبيق تاني بتشوف شي تاني بتروح حال السوق بتشوف شي تاني اخر شي خلاص شوف السلوك شوف السلوك اذا انت بلك تشتري شنطة او كذا يعني اي شي اوكي قبل بيوم او قبل باسبوع صاحبك صديقك حكى لك انه انا اشتريت والله كذا كذا من ترنجل للأسف طلعت حجمها مو متل ما انا بتخيل يعني رح تتردد 100 مرة بالضبط هو هو هذا الموضوع بكون صار معه قبل سنة مثلا وحكى لك فيه بس انت تذكرته واثثر على قرارك الشرائي ممكن ياخر قرارك الشرائي شهر وانت تبحث عنه طبعا استاذ فيه جمعا ان شاء اثرت فيه قرارك الشرائي طبعا وخاصة انا على ترنجل من الزبوع لهو انا فتحت حساب على ترنجل وفتحت حساب بائع وعرضت اصناف علينا بيعه لحسابي فايجا اول طلب اول طلب اجا كان بكونيا قونيا بعثنا الطلبية على قونيا وشافتها لزبوني وما نزبته وعملت ابطال واعادي يعني خسرت في البنتاج فوق حقه 200 ليرة دفعت الزياد عليه رفض وتقييمة بينزل وكذا الاخر فأنا لهيك رفضت الكامير شوية لسا اكتر تجو بسابة قصار معي عشان هيك المواقع اللي بتر بيحط لك مو بس صور العلبة او شكل المنتج بيحط لك لجياسات ارتفاع وعرم وإلى آخرة وإلى آخرة حتى مو العمر مو على العمر كمان حتى لو ملابس ما بيحط لك العمر بيحط لك لجياسات بالضبط بالصانتي صح صح حتى بيخلي اللي زباين اللي اشتروا يصوروا كمان بضعوا ويشتروا على بت كيف كان بالضبط طيب اليوم ما رح ندخل لأنه شرحهم بدهم أكثر من مخاضرة موضوع العوامل اللي هما هذا نموذج نموذج السلوك أي قرار انت بتتخذه للشراء يتأثر بكل هذه العوامل اللي احنا عم نحكي فيها اللي هون موجودة عوامل موقفية عوامل ثقافية عوامل سايكولوجية عوامل اجتماعية ومعلومات عن المنتج وعن المجتمع باختيار هذا المنتج فهذا ان شاء الله رح بكرة نبدأ فيه إلى هون شكرا لكم يعطيكم العافية بكرة رح نبلش بنموذج السلوك المستهلك النهائي اشتركوا في القناة